شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي الافتتاحة وبدء التشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الفيوم كذلك في مستهل زيارات موسعة إلى محافظة الفيوم لتفقد سير المشروعات الخدمية والتنموية ودفع العمل بها حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء معرض اياد مصر لدعم الحرف التراثية واليدوية وافتلح المعرض الدائمة للسلع الغذائية بمدينة الفيوم كما تفقد عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز يوسف الصديق بالفيوم